السلام عليكم و هل بيكم فيديو جديد اليوم سنتحدث معكم عن نسخة تجربية الثالثة لل IOS 13.2 قبل 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 4 ساعات سنتحدث معكم عن الأشياء التي حبيتها في الأصدار الجديد و الأشياء التي واجهتني في الأصدار الغديم وهو IOS 13.2 النسخة التجربية الثانية كانت لدي مشاكل في الويرلس لا أدري ما يفصل على الويرلس بضو يفصل الحال الويرلس أو قبل امس تغريبا في الجامعة مبرضية أشبك حدفت الرقم السر و جعلت المثال هاي مرات واحدة لادري ليش واجهتني مشكلة في الآيفون والآيفاد لم يوجهتني بالمشكلة ما دري ليش مع أن الأيباد كان على النسخة التجربية الثانية على UOS 13.2 لكن لم يحب أيضة سالفة ويوجهتني مشكلة أن عندما ينزل LOS 13.2 على الأيباد يعنم عندما ينزل النسخة وعنق عدد أسوق تفاح هو يحمل فضرت اني افرمت بالايتونز وتوقعت انه بس انا المشكلة لكن اليوم يوم فتحت السوشال ميديا اشخاص يتكلمون عن المشكلة طلعت واجهة اشخاص كثيرة في الايوز 13.2 في الايباد بس ويعتبر دي مش مشكلة عامة بما انها نسخة تجربية فمش مشكلة عامة راح نتكلم عنها شي دي قدام اما لو نيجي للبطارية البطارية بالنسبة لي افضل بكثير من النسخة التجربية الثانية احين مادرش الفرق شلي سوى تابل لكن نسخة التجربية الثالثة حين للايوز 13.2 ما فيها شي جديد الثاني نزلوا فيها الاموجيز الاشكال الجديدة اعنا لو بنشوفهم هنا الاشكال الجديد نزلوا هنا طبعا ما استخدمهم انا لكن هذا هم الاشكال الجديدة اشكال كثيرة برضو اتكلمت عنه من نسخة التجربية الثانية اما في الثالثة حين ما في شي جديد فتوقع بالمدغ على البطارية يمدغ على بعض المشاكل الخفيفة فشي كويس وبرضو شفت حين الكاميرا صارت اسرع مادرش السالفة بس النسخة الثانية كانت عادية لكن هنا حين لاحظت ان فيها اسرع حتى لو في التنقل بين الكاميرا والفيديو مثل ما نشوف صارت افضل من نسخة التجربية الثانية فحلو ان قبل التدقق على performance او اداء الجهاز طيب لو نخش نشوف الفرق احين في النسخة نروح عام نروح about نشوف هنا نسخة تجربية الثانية كانت نسخة تجربية الثانية سبعة عام بخمسين ستة ثمانية اي حين صارت سبعة عام بخمسين سبعة وسبعين اي فيعتبر قلبنا يعتبر قربنا للنسخة اللي بتنزل حق العام وتنزل حق الكل فرقم حلو ان وصلنا اي فحركة حلوة لو نشوف الفرموير برضو صار حين الغدين كان عندنا الفرموير كان واحد صفر اثنين صفر ثمانية واحد صفر اثنين واحد ثلاثة على كلام الناس ان قبل عدلت السوفتوير في الفرموير وصار اسرع لحق تقريبا ف في امريكا هنا لبعض الشركات مثل AT&T لو نجرب ما ما استخدم انترنت في المنطقة او في المكان هنا لان شبك على الويرلس لكن يشوف هل في فرق ولا البنكز يعني ثمانية وخمسين عالي لكن مثل ما يشوف على حسب المكان مثل ما اقول لكم يعني في الجامع عندي يوصل 100 ويش وحيانا لكن هنا يوصل 25 الويرلس ما شبت في فرقه بار واحد ناقص نفس اول فهذا لو بنشوف على الشريحة لو بنشوف على الويرلس ما توقع انه في فرق لان ناسا انا اللي عندي الانترنت توصل الدونود 400 فلو بنشوف حين يعني ما كنت اتكلم معاكم عن الانترنت من زمان او ما كنت اتكلم معاكم عن سرعة الانترنت لكن من جربة حين نشوف بار واحد او كي البنج 12 انا اللي عندي الانترنت اعطيني 400 فاحين ما اعطيني اقل بكثير مثل ما نشوف برضو اللي اتجرب معاكم على اللي افون 11 برو ماكس فيدعم واي فاي 6 وان الويرلس اللي عندي واي فاي 6 لكن نازل كثير نجرب مرة ثانية ونشوف هل شابك على الواي فاي 6 او لا شابك على الواي فاي 6 مثل ما نشوف احين اوكي بيوصل الـ 200 ودي وصل الـ 200 ما وصل الـ 200 لو بنشوف هنا يعني هنا على الوايرلس مثل ما شبه 345 انا عندي يعطيني 400 مثل هنا ما نشوف فوق 455 المهم لو بنشوف احين الـ Geekbench 5 مثل ما قلت لكم لو نخشع الـ History هذا الـ IOS 13.2 نسخة الأولى النسخة الثانية النسخة الثالثة يعني ما يحتاج ان يتكلم مثل ما نشوف المالتيكور كان 3490 نسخة الثالثة نسخة الثالثة نسخة الثالثة نسخة الثالثة نفسة بالضبط مثل ما نشوف فا اعتبر في شي جديد لو بنشوف هنا لحق المعالج الرسوميات نسخة الثانية النسخة الثانية كانت افضل بكثل أربعة أربعة تسعة خمسة أربعة أربعة في النسخة الثانية كانت أربعة خمسة اثنين خمسة تسعة ثلاثة فننزل شوي هذا الاشياء كلها طبعا هذا الاشياء اللي نعرفها في الـ SoftWare لازم نجربها يومين ونشوف أدائها لكن أتكلم معاكم عن بعض الأشخاص اللي أتوقع حركة حلوة دقيقة خلي خش الغناء عندي اني حطيت قبل قبل ما أحمل قبل ما نزلت صورت الشاشة كنت في المدرس هنا كنت أحدث في تعليقات خلي نمشي مع التعليقات أتوقع تعليق سلمانة أتوقع ما تنتهي السنة لو ندخل على iOS 13.9.9 لا البداية هذا السفتير اللي اتكلم لكم معنا حين هذا السفتير النسخة التجربية وكاتب لكم هنا فوق النسخة التجربية الثالثة فقد ما نقدر لو نوصل لنسخة تجربية المليون يبقى الرقم نفسه فالسفتير هذا ما رح يتغير فقبل تنزل ثلاث أربع خمس ست سبع بس لجب ينزل حق العام بينزل نفس الرقم نسخة واحدة طيب نشوف هنا واضح انهم جابوا العيد في الـ iOS 13 اتوقع ان نعدلوا حين لكن مثل ما قلت لكم هذه نسخة تجربية وشي حلو ان ينزلون كذا اصدار نسخة تجربية لين تصير ثابت وتنزل للكل فما ادري وحتى كلام هنا شيء السالفة انا عجبني هنا سوفيان يوم قال يعجبني في أبل كثير التحديثات والدعم المتواصل صح لانها هذه نسخة تجربية انت ما كانت تتكلم عنها لانها هي نسخة تجربية وبرضو نفس الرقم 30.2 نزع الأول الثاني الثالث نزع الرابع العاشر العشرين ثلاثين المئة نسخة واحدة بتنزل حق العامة فما في أي فرق فتغريبا هذه كل الأشياء ما في أي شيء جديد مثل ما قلت لكم مشاكل ويرلس وعدلوها ان شاء الله البلتوث وعدلوها فهذا أداء يمكن تغريبا نوصلنا يمكن نهاية الشهر هذا الأكتوبر او على نوفمبر رح تنزل للكل يمكن أسبوع الجهة تنزل للكل برضا لأن النسخة يعتبر كاملة حين ما فيها شيء لكن نشوف أبل تنتظر يومين ثلاثة ونشوف هل في مشاكل رح تنزل نسخة ثانية إذا ما في مشاكل خلاص قربت العامة توقع أنه ان شاء الله يكون انها دب رح تنزل مع سماعة أبل الجديدة تنزل مع تاق حق أبل أن النسخة تجريبية الأولى كانت طلعت فيها السيربات مثل ما قلت لكم لو أحد يرجع حق نسخة تجريبية الأولى اللي سويت الفيديو رح يشوف أن أبل نزلت في السوفتوير حق شكل السماعات الجديدة والتاق فننتظر قدامه ونشوف ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في الغناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع والتعليقات كم تحت تهمني ولا تنسوني من فاضل دعاكم وقبل ما أخلص تصوير نحن الفيديو هذا من الآيفون 10S على نسخة 13.1.3 تقريبا وسجل لكم بالمايك ومسوي لها ريفيو المايك من الزمان والسلام عليكم ومثل ما قلت كتوب على 4K 60 فريم فارفع الوضوح حشان تشوف الجودة كاملة